مشاهدين أصعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة نتوقع نتشكل الضباب هذه الليلة وصباح الغد في فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول وطبعا هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح أيضا هناك زخات متفرقة من المطر في موضم مناطق المملكة لكن أكثر تركيزا راح تكون في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وتكون أكثر غزارة في المناطق الجنوبية والشرقية أيضا الأجواء غدا باردة بشكل عام في مختلف مناطق المملكة مشاهدينا فاصل ونواصل المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل الأماكن الهطول باللاحظ أن الهطول وفرص الهطول ستبقى في معظم مناطق المملكة لكن تضعف تدريجيا بدءا من المناطق الشمالية والوسطى لكن تبقى فرصة الهطول أقوى في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ومع الوقت أيضا تضعف فرصة الهطول في المناطق الجنوبية والشرقية تدريجيا لكن تبقى قوية إلى حد ما في المناطق الشرقية وتدريجيا بعد ظهر ومساء يوم الثلاثاء تبدأ الأجواء بالاستقرار تقريبا تدريجيا وهذا ملاحظ من هذه الصور أما الضباب فمن لاحظ أن الضباب سيتشكل في معظم مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول لكن سيكون شديدا ويؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول أيضا أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة غائمة ماطرة لكن الأمطار تكون غزيرة في المناطق الجنوبية والشرقية تؤدي إلى تشكل السيول وخاصة في الأماكن المنقفضة وأيضا ارتفاع منسوب المياه وزي ما حكينا يتشكل الضباب ويؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في كثير من الأماكن والرطوبة مرتفعة وفوق الـ 95% وأيضا درجة الحرارة الصغرى المتوقعة خمس درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غد ثلاثة أجواء باردة وغائمة جزئيا أيضا تبقى فرصة طول الأمطار موجودة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية حتى ظهر الغد لكن تضعف تدريجيا وأيضا شدتها بتكون أخف مما كان نهارا هذا اليوم والعظمى يوم الثلاثة بتكون بحدود 10-11 درجة مئوية والصغرى بحدود 5 درجات أيضا يتشكل الضباب مرة أخرى ليلة الثلاثة على الأربعاء في مناطق البادية والسهول والسهول والمرتفعات الجبلية وطبعا زي ما حكينا هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر الأربعاء استقرار تام على الأجواء أجواء مشمسة بشكل عام يتخللها ظهور بعض السحب لكن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلا وتبقى أقل من معدلاتها أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا العظمى بحدود ما بين 10-12 درجة والصغرى بحدود 5 درجات يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تقترب تقريبا من معدلاتها ستوصل ما بين 12-14 درجة والصغرى بحدود 6 درجات لكن يوم الخميس الأجواء مشمسة بالنهار باردة ليلا وأيضا يوم الخميس تهب على المملكة والجمع رياح شرقية تزيد من الشعور والإحساس بالبرودة هذه هي الوضية الجوية المتوقعة وبالتالي فإن درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة في المدن المختلفة في إربد أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا 14-8 المفرق 12-4 وجرش 14-7 وعجلون 13-6 أما المناطق الوسطى ففي البلقاء 12-6 أجواء باردة وعمان 10-5 والزرقاء 13-6 ومأدبة 9-5 والبحر الميت 18-3 مع فرصة ضعيفة لسقوط بعض الأمطار في منطقة البحر الميت أما المناطق الجنوبية الكرك والطفيلة وهناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر حتى بعد ظهر الغد 10-6 والطفيلة 8-5 أجواء باردة معان 9-3 أجواء شديدة للبرود في جبال الشراح وهناك فرصة أيضا لتساقط بعض الثلوج على المرتفعات من المرتفعات الشراح التي يزيد ارتفاعها عن 1600 متر عن مستوى سطح البحر 6 إلى 3 والعقبة الأجواء تقريبا مشمسة إلى غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط بعض الأمطار في ساعات الصباح وحتى الظهر والعظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية أما المناطق الشرقية المناطق الشرقية أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا تكون غزيرة بالقرب من الحدود الأردنية العراقية تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع من سوب المياه الرويشد 12-5 الصفاو 12-2 باردة جدا أثناء الليل والأزرق 13 أربع درجات مئوية مشاهدينا نتمنى لجميع السلامة شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر